هذا والاختيار بين جواز الصفة رضو 28 صفحة و50 صفحة مع دفع هامش الفرق هو ما تم إداراجه في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 سولم دعماش وتفاصيل جلسة مناقشة التعديلات لقانون المالية لسنة 2016 أصفرت على إسقاط وتعديل بعض المواد وإدراج أخرى ومن بين المواد التي أدرجت ما تعلق بجواز صفر البيومتري من حيث قيمة دفع الطابع الجبائية عدة مواطنين اللي سافروا للخرج وجواز الصفر الحالي فيه 28 صفحة لكن في خلال عشر سنوات هناك من يستهلك هذه 28 صفحة في خلال ربما سنتين أو ثلاث سنوات هنا وضعنا بديل لهؤلاء المواطنين أنه وضعنا جواز الصفر البيومتري اللي فيه 50 صفحة لكن الرسوم متعلقة بإصدار جواز الصفر هذا راح تكون 12 ألف دينار بدل 6 ألف دينار للجواز البيومتري العادي الاختيار بين جواز الصفر ذو 28 صفحة وال50 صفحة مع دفع هامش الفرق دفعنا لمعرفة رأي التجار بما أنهم الأكتر تنقلا بين البلدان مشروع قانون المالية ما زال محل شد وجدب بما أنه لا يمكن خياطته على مقاس كل فرد على حدة في انتظار المصدقة عليها